وباء جديد يجراح العالم ويضع البشرية أمام حالة من الذهول والعجز جراء انتشار فيروس كورونا الذي وصل إلى معظم بلدان العالم في اليمن لم تسجل أي إصابة حتى اللحظة لكن مراقبين يرجعون الأمر إلى انهيار المنظومة الصحية في البلد بالنظر إلى أن الدول المجاورة سجلت إصابات ترتفع أعدادها بشكل مقلق في السعودية وعمان بالإضافة إلى دولتين مصر والأردن التين تمثل نقطة تجمع لليمنيين بالرغم من خطورة الوضع لم تعلن السلطات اليمنية حتى الآن عن إغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية خصوصا أمام القادمين من دول ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير كمصر والسعودية منفذ الوديعة على سبيل المثال لا يزال يسمح بدخول المواطنين اليمنيين من السعودية إلى اليمن بينما تمنع السعودية دخول المقيمين اليمنيين إلى الأراضي السعودية في الوقت الذي كان يجدر بالحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء احترازا من دخول أي مصاب للأراضي اليمنية تعيش اليمن وضع حرب منذ خمس سنوات تدمرت خلالها البنية الصحية في معظم المحافظات الأمر الذي يجعل من سيناريو دخول فيروس كورونا إلى اليمن شبحا يتهدد حياة ملايين اليمنيين في ظل تدور كفاءة الجهاز الصحي وافتقاره لتجهيزات الحجر الصحي اللازمة مراقبون يحذرون من دخول فيروس كورونا إلى اليمن فإذا كانت السلطات الصحية لم تستطع التعامل مع أوبئة كالكوليرا وحم الضنك التي ما زالت تفتك باليمنيين حتى اليوم فكيف سيكون الحال مع وباء سريع الانتشار؟ أربك العالم ولم يكتشف الخبراء علاجا له حتى الآن أطباء ومختصون في منظمة الصحة العالمية يشددون على أهمية التوعية الصحية والنظافة الشخصية لتجنب الإصابة بالفيروس غسل اليدين باستمرار والتجنب التجمعات المزدحمة أيضا تعد من أهم الإجراءات الاحترازية التي ينصح بها الخبراء صيحة انذار يطلقها ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي لحث الحكومة على تجديد الإجراءات الصحية فيما يبدو قدر اليمنيين واقعا بين حكومة تعيش خارج البلد وميليشيات لا تولي أدنى اكتراث لحياتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر